اهلا وسهلا بكم عزائي المشاهدين في حلقة جديدة من المشهد الأخير لا يزال المواطن الأنباري تائها بين إشاعات الوضع الميداني في محافظته المنكوبة والمحتلة من عصابات داعش من تقدم ومن تخلف ومتى ستنتهي هذه النكبة أسابيع طويلة والعملية الأمنية في المحافظة قائمة على قدم وساق ولا تزال 85% من مناطق المحافظة ليس بعهدة القوات الحكومية لماذا تقدم القوات الأمنية لا يزال مقيدا بمناطق معينة لا تشكل المساحة الأهم والأوسع من هذه المحافظة فديالة تم إعادتها بالكامل وصلاح الدين ستكون الثانية وفقا للمعطيات الميدانية ما الذي يعيق إعادة الأنبار إذن؟ وهل هناك نية للولايات المتحدة كي تبعث طوات من هذه البوابة؟ وما هي فاعلية عملية التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن؟ لماذا التسليح الحكومي لا يزال محدود في القطاعات المقاتلة هناك؟ تساؤلات عديدة لا ننسى أن أهمها كيف يعيش أهل المحافظة ممن هم في داخلها؟ أم من نزحوا منها والحال في البقاء أو النزوع؟ قد لا يختلف بشكل حقيقي دعوني أرحب بظيوفي كلهم من صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الأنبار وأيضا النائب عن مجلس النواب العراقي فارس الفارس وأيضا السيد حميد الهائس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار أهلا وسهلا بكم وأبدأ بسؤالي للسيد صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الأنبار أهلا وسهلا بك سيد صباح أهلا وسهلا سيد صباح إلى أين تتجه الأنبار اليوم والعمليات على ما يبدو لا تتحقق تقدما ملحوظ؟ أريد نتحدث عن المحافظة يعني شنو اللي يحدث؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية إليك ولوين الكرام تحية لشاهدين رشيد الفضائية بالحقيقة اليوم ما يجري في محافظة الأنبار هو معارك يعني شرسة دور رحاها في جميع عموم محافظة الأنبار هناك مناطق ساخنة جدا وهناك مناطق بيد الحكومة المركزية على بيد الجيش والشرطة وأبناء العشائر ولكن ما يعنينا اليوم هي المناطق الساخنة هناك معارك ضارية بدأت منذ يومين في منطقة ناحية البغدادي وإن شاء الله تمت السيطرة على جميع المناطق وخاصة في منطقة البغدادي هذه في الحقيقة إشارة ناجحة وضوء أخضر من الحكومة المركزية على دعم القوات الأمنية لكن سيد صباح دعونا نتحدث هذا اليوم بكل صراحة يعني نلاحظ تقدم ملحوظ أيضا لداعش يعني في بعض المناطق يعني مثل البغدادي هناك قتال يعني وأيضا داعش يمكن مسيطرة على بعض أجزاء البغدادي هل يوم تخوفات كبيرة يعني من أهالي هذه المحافظة حول سيطرة داعش على أغلب المناطق نعم هناك قلق كبير من أبناء محافظة الأنبار وعشائرها بمصير المحافظة ومصير أبناؤها ومصير مناطقها هذا جانب مهم يعني البارحة ناقشنا أثناء زيارتنا إلى ناحية البغدادي ناقشنا هذا الموضوع مع قيادة عمليات الجزيرة وقائد القوات البرية وتم التفهم بجميع الإجراءات الموجودة في هذه المناطق ما يهمنا هو المناطق الساخنة منطقة البغدادي في الحقيقة هناك ضغط كبير من قبل تنظيمات داعش الإرهابية على الاستيلاء عليها لقطع مسافة كبيرة جدا بين قيادة عين الأسد التي تعتبر أهم قاعدة عسكرية في محافظة الأنبار وبين قضاء حديثة التي تعتبر محور مهم في صد الإرهاب باتجاه محافظة الأنبار وفي مدينة الرمادي ما يعنينا اليوم هو كيفية تحجد كل الطاقات العسكرية والأمنية باتجاه معركة فاصلة مع الإرهاب وخاصة في محافظة الأنبار اليوم أبناء الأنبار تقريبا لديهم معي كامل بأن داعش يريد التمدد على حساب مناطقهم والقضاء على جزيئكم يعني أريد أعرف أستاذ صباح يعني أنتم التحديين كمجلس محافظة وأيضا سياسيين وشيوخ عشائر لمساعدة هذه المحافظة أو لأن نسمع بالإعلام يعني دائما تصريحات متضاربة يعني هذه التصريحات يمكن الشتت يعني رأي المشاهد أو رأي المواطن يعني هذا اليوم أنتم اللي يشوفكم بالإعلام ما شاء الله كل واحد يصرح من صفحة يشوفكم ومتفقين شون رح تتفقون حتى تتحررون الأنبار نعم لا ليس هناك أي مشاكل بين أبناء محافظة الأنبار مو الأبناء الأبناء ما لهم داخل أنتم أنتم سياسيين أنا ما أقصد الأبناء أقصد سياسيين نحن نمثل طبقة كبيرة من المجتمع في محافظة الأنبار اليوم جميع قادة الأنبار وسياسي الأنبار تقريبا متوحدين اتجاه قضية وهي كيفية إخراج تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار أما هناك خلافات بسيطة بين قيادات السياسية هذه خلافات في الرؤى وفي الاتجاهات هذا الموضوع إذن من مع داعش؟ من مع داعش؟ هذا اليوم إذا كلتكم متوحدين مع داعش السياسيين المستفيدين من تنظيم داعش وما يلفوا لفهم في الحقيقة هناك أخطاء كثيرة من هم السياسيين؟ تكلم اليوم بكل صراحة اليوم أنت رئيس مجلس محافظة الأنبار واليوم أنت تحاسب أمام الشعب وبالتحديد محافظة الأنبار أنطي الأسماء بمسمياتها حتى يعرف المواطن الأنباري هذا المواطن المهجر مليون ومئتين واحد بسبب السياسات بالمحافظة سيدة العزيزة أنطيني الأسماء أستاذ الله يخليك رجاعنا أنطيني الأسماء خليني سمي الأسماء هاليوم بمسمياتها نحن اليوم ليس أمام تشهير قادتنا وشياسيين متشهير لا 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 متشهير لا يجب لدينا تشهير اليوم نحن في معركة نعرف من المجرم اللي خل داعش السيطر على محافظة الأنبار يعني اليوم لازم ننطل الأسماء بمسمياتها وإذا ما تقدر تنطيها تحول على الشيخ حميد الهايس يمكن يقدر ينطيني سيدة العزيزة نحن اليوم في معركة مصيرية قاتلة جدا علينا اليوم توحيد الجهود باتجاه المعركة لكن أنت تحدثت سيد صباح أن هناك بعض السياسيين يعملون مع داعش هناك سياسيين يعملون مع داعش يعني هذا اليوم لازم نعرف من هاي السياسيين أنا لم أقل هناك سياسيين لن يعملون مع داعش أنا قلت هناك سياسيوا استفادوا من تنظيم داعش لأخطاء هناك أخطاء حصلت فيها الماضي من هذول من هذول معروفين على مستوى معروفين ما يحتاج أقول لش منهم سيدة العزيزة ما يعنينا اليوم إذا كنا نريد الحفار وإذا لتم متوحدين وعدكم سياسيين عندهم مصالح ويا داعش يعملون ويا داعش وأنتم تعملون ضد داعش أريد أفهم شون رح نحن نقدر نكثف الجهود ونوحد الجهود حتى نحرر هذه المدينة اللي هي عامود العراق وعامود بغداد بالتحديد خليني أنتقل إلى الشيخ حميد الهايس شيخ حميد هذا اليوم الفوضى الأمنية والسياسية اللي موجودة في محافظة الأنبار من المسؤول عنها؟ مسؤول عنها كل واحد احتلم منصات الساحات الذل والمهانة اللي سموها ساحات العز والكرامة اللي بسببهم مليون ومئتين نازح من طفل إلى أمرأة إلى شايف اللي ادعوا بالوطنية والدعوا بالحقوق والدعوا بالمطالب الفاضية وبالحقيقة هي ترى أساس المشكلة اعتقال ضابط رهابهم مو ضابط نظيف أتحدث سيد كرحول قال أن بعض السياسيين استفادوا من هذا الوضع ويعني معروفين هو ما يقدر معروفين عدكم لو يعني لا اعتلوا المنصات من هو أكو وزراء وأكو برلمانيين وأكو مسؤولين مجالس محافظات رافع أحمد العلواني يمكن رئيس مجلس المحافظة مو رئيس مجلس الأعظام من مجلس المحافظة استاذ صباح استاذ صباح كرحوتم كاويهم والله ما أذكر لا لا يمكن ما شأنوا يهم هو بس أكو أعضاء مجلس المحافظة من ضمنهم والجاعد يقبال استاذ فارس نعم كان أحد يقفون على المنصات أيضا ويخاطبون بالمطالب والحقوق وقيادات البعث المجرب يعني تتعتقد أنه هذول يقادوا المحافظة الحكومة الأنبار السابقة تتحمل مسؤولية وصني النقطة مهمة جدا أجلت حول النائب يقادوا المحافظة للخراب نعم منه هما نفسهم المعممين لا أستعوف المعممين ذكرت الأسماء هذول يقافع العيسى وإحمد العلواني ومضمنهم النائب علي الحاتم زيادة الخلف الحوادش لاش خلال سولة أوش علي الحاتم زيادة الخلف الحوادش لاش يعني كم شيخ رافع علمش عن الجميل هذول موش وخشاي هذول مقادوا الطرابات وخربوا الدنيا وما بيها قسم من أعضاء مجلس المحافظة السابقين حكومة الأنبار السابقة تتحمل كامل المسؤولية لأن هي اللي فتحت المجال لكل هذا وخلت تيصير ومع العلم سيادة نائب أريد نعرف من وقاد الأنبار إلى ما هي عليه 85% من هذه المحافظة المحافظة الباسلة العريقة اللي هي العامود الفقري لبغداد هذا اليوم نشاهدها بالداعش يعني والله حرامات مليون ومئتين نازح هاليوم بالعراء والمشكلة هذا اليوم العمليات العسكرية ما عدت حق تقدم بسبب أنه بعض شيوخ العشائر مثل ما تحدثنا بحلقات سابقة الشيخ حميد الهائس أنه هي تعمل مع داعش وأيضا السياسيين اللي موجودين في هذه المحافظة كانت أيضا تروج مثل ما تحدثنا الشيخ حميد الهائس في حلقات سابقة لفكر داعش اليوم نحن نريد نرجع هذه المحافظة إلى أحضان أبنائها نريد نعمل ونكثف جوهد السياسيين وشيوخ العشائر حتى نعيدها من داعش شو نتكلم وانت أحد الناس اللي مثل ما تحدث حميد الهائس كانت واقف على المنصات ترى مو فترة طويلة يعني كم حضور يعني تطيب خاص حضور أو صارت مودة جديدة أو أسجل موقف هكذا الأمور خلينا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لقناتكم وأحنا حقيقة في هذا الموقف وفي كل موقف نتأسف إلى ما وصلت إلى محافظتنا من هذه المواصيل وإلى الحال الذي يعيشه أبناء محافظتي وأنا مع أبناء المحافظة في مطالبهم المشروعة سواء توجهت إلى الحكومة أو إلى غيرها من الجهات وما وصل بحكومتنا نعم بعض الناس السياسيين الذين كانوا يعملون على الساحة كان لهم حقيقة فعل وكان لهم دور فيما وصلت إلى المحافظة ولكن حمل بالدور الرئيسي الأب والقائد والمفروض أن يكون هو المسؤول عن الجميع وهو المسؤول عن حقوق المواطنين أهل الأنبار في بداية المظاهرات رفعوا شعارات مطالبة بعض الحقوق وكنا معهم كنا في مجلس المحافظة مع مطالبهم وأصحح لضيفكم أنني عندما صعدت إلى المنصة وهي مرة واحدة صعدت أول خروج للمظاهرة ولم يعرف ما هي عنوانها ولما خرج الناس وعندما كان الناس يتخوفون يظهروا للناس رح ادخلت على الناس وقلت لهم ماذا تريدون نحن معكم في أول أسبوع يعني من كانت مطالب؟ عندما كانت مطالب وإلى اليوم أنا أطالب مطالب محافظتي وأكو كثير من المطالب مغبونة ومهمش المحافظة وإلى الآن وما تعليق البرلمان العراقي عفو كتلة التحالف القوى في البرلمان العراقي إلا تنفيذا لهذه المطالب هذه المطالب هذه الحقوق هذه الأشياء المشروعة لمحافظتنا والتي ليست منة من أحد عندما نطلبها أقول تهميش الحكومة المركزية وتغاضيها عن مطالب أهل الأنبار في تلك المرحلة هي أحد أهم الأسباب التي وصلت إلى المحافظة وصلت المحافظة إلى ما وصلت عليه استغلال البعض من سياسي الأنبار للحصول على نتائج صغيرة منهم السياسيين لست بالضرور أن أسمي قد يكون أسمى غيري يعني نفس سماهم يعني حميد الهائس اللي سماهم نحن في محافظة نحتاج إلى الألف نحتاج إلى التأصر نحتاج إلى أن نتغاضي عن الأخطاء الصغيرة في سبيل أن ننهضب محافظتنا وننقذها من هذا الموقع إذا كنا غيرين على محافظتنا وننقذها من هذا اللي وصلت إليه علينا أن نتحد أن تكون رؤانا واضحة أن تكون أهدافنا قوية أن نطالب لمحافظة كيف تتحدون؟ إذا أنتم دعون زعامات كل واحد من محافظة الأنبار من الشوق العشاء ومن السياسيين يدوى يكون زعيم هذه المحافظة سيدة العزيزة من يقول من يقول إن القيادات الممثلة لمحافظة الأنبار مختلفة تقاطع ما هو أتمنى أن تحددون لنا أين هو الخلاف؟ ما مختلفة؟ أبدا ليس هناك اختلاف نحن متفقون أكثر ما نختلف أما أن نختلف في رؤية أو اثنين هذا لا يفسد في الود قضية ونحن باتجاه الأهداف الستراتيجية لمحافظة الأنبار متفقون جملا كل السياسيين متفقين؟ أغلبهم 90% من سياسي الأنبار وهذه نسبة جيدة أما الاختلاف في الرأي أما بالأهداف الستراتيجية يتاد أبناء الأنبار متفقون في الرؤية والهدف ونحن مع أبناء محافظتنا ومع أشائرنا في موقفها وإن شاء الله نحن في موضوع التآلف السياسي في أفضل أحوالنا تحقيقا يعني في أفضل أحوالكم 85% من المحافظة ضاعت أقول كمواقف سياسية ولا أقول كحال الأنبار حال الأنبار حال سيء حال تاريخي يسجل شنو دحليل الخلل الأمني الموجود هناك في المحافظة الخلل الأمني كثير حقيقة أولا مع الحكومة في هذا الموضوع حوارات كثيرة ولقاءات كثيرة حكومتنا المركزية وإن أقول أنها تمد القوات الأمنية وليست كانت في فترة ما قد صدت بوجهها كثيرا عنا ولم قد تقدم لنا الكثير ولكنها الآن بدأت حقيقة ولكن ما تعطيه للأنبار لا يكفي إلا للمقاومة إلا للحفاظ على المناطق المسيطرة عليها محافظة الأنبار محافظة عظيمة برجالها وأبنائها ومقاومتها للإرهاب وقد كانت من أشرس المحافظة بل من أشق المقاومين للإرهاب ولكن ما يحصلون عليه رجال الأنبار الأبطال اللي واقفين هناك ما يحصلون عليه من السلاح لا يكفي لأن يطردوا به داعش وداعش يمتلك من الخوة خليني أنتقل خليني أنتقل للسيد صباح سيد صباح أنت رحت لأمريكا وماشاء الله بالعافية عليكم بقيتم فترة طويلة وهم قضيت وقت جميل هناك واشنطن حلوة كثير أريد نتحدث عن زيارتكم إلى أمريكا يعني شنو اللي سويتوا يعني رحتم بس استجمام لو سياحة لو بالفعل راح الوفد اتفق ويا القوات الأمريكية أو الحكومة الأمريكية حتى تجيبون المساعدات والسلاح للمحافظة الأنبار يعني وأيضا أريد أعرف صحيح أنه من وصلتوا إلى واشنطن أربع تيام انتظركم انتظرتم كانت الحكومة الأمريكية ما تعلم مجيئكم وانتظرتم أربع تيام حتى استقبلكم بايدن نائب رئيس الجمهوري الأمريكي نعم بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة يعني زيارتنا الولايات المتحدة هي زيارة تاريخية لجلب سلاح وتجهيز العتاد إلى بحافظة الأنبار اليوم نحن يعني يمكن أكثر قناة من القنوات والفضائيات هي قناة الرشيد وبالتحديد برنامجي سوينا حلقات على محافظة الأنبار اليوم آني كدوري كإعلامية لازم لازم أنتوا السياسيين تتوحدون لازم أنتوا تكونون الأولى بتحرير محافظة الأنبار اليوم قلبنا على الأنبار وعلى أهالي الأنبار اليوم آني أحترم كل السياسيين ويحترم كل ضيوفي اللي موجودين في برنامج المشهد الأخري وبالتحديد أنت ستا صباح لكن نحن ننقل لك كلام المواطن العراقي ما يقال في الإعلام وفي الصحف الأمريكية وبالتحديد الصحف الأمريكية تكلمت أنه أربعة أيام أنتوا في واشنطن وهي الحكومة ما تدري بزيارتكم وهذا ما تكلمت عليه الصحف الأمريكية هذا كلام غير دقيق أنا أريد عرف منك الحقيقة يعني أنا من أسألك أنا ويك حتى تعرف الحقيقة ستا صباح لقائنا أولا نزولنا في مطار كان رسمي ووزارة الخارجية الأمريكية أرسلت نائب وزير الخارجية الأمريكي لإستقبالنا والحكومة العراقية أرسلت نائب السفير العراقي وتم بوفد رسمي بزيارتنا إلى الولايات المتحدة وذهابنا إلى الكونغرس وإلى الإدارة الأمريكية وإلى كل ما موجود في الولايات المتحدة وخاصة من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والكونغرس ومجلس النواب الأمريكي كلها كانت زيارات رسمية وضمن جدول لمناقشة ما يهم محافظة الأنبار وما يهم العراق يعني فيما يخص محافظة الأنبار ناقشنا كيفية تجهيز السلاح والعتاد إلى محافظة الأنبار نحن في ضائقة ونحن في حرج نحن نقاتل للأرهاب النتيجة النتيجة حصلنا على وعود رسمية بدعم الأنبار بالسلاح والعتاد متى هذا الوعود؟ نعم مقرونة بموافقة الحكومة المركزية نحن قبل ذهابنا إلى الولايات المتحدة ناقشنا هذا الموضوع مع السيد حيدر العبادي وتم اللقاء قبل يوم من زيارتنا إلى الولايات المتحدة وتباحثنا معه كيفية تزويد الولايات المتحدة للعراق أو للأنبار بالسلاح والعتاد ووافقة من حيث المبدأ ودعم الزيارة وإن شاء الله قريبا سوف يصل السلاح والعتاد إلى محافظة الأنبار هذا جانب ما يخص الزيارة الأخرى هو كان لمناقشة عدة ملفات الملفات الأخرى كانت استثمار الشركات الأمريكية في محافظة الأنبار وخاصة لحق العكاج وحق الريشة الموجودين في قضاء القائم هذا جانب الجانب الآخر هو مناقشة ملف النازحين والمهجرين يعني أفهم من كلامك استاذ صباح يعني السلاح مقابل الاستثمار في محافظة الأنبار نعم ناقشنا هذه الملفات مع السيد بايدين ومع السيد وزير الخارجية ومع السيد نائب وزير الدفاع ومع كل المسؤولين ومع أعضاء الكونغرس ومع زعيم الأغلبية الجمهورية كروغر نعم يعني ما طرحتم أنه فكرة أنه الأنبار تكون أقليم لا يوجد هذا الشيء نحن دعمنا العراق دعمنا السيد رئيس الوزراء نحن كنا كوفد يمثل محافظة الأنبار وفد حكومي ناقشنا عدة ملفات وهذه الملفات التي طرحتها أمامك هي كانت من ضمن وفي صلب الزيارة يعني أنا أفهم من كلامك السلاح مقابل الاستثمار في هذه المحافظة وانت صباح من أنا تكلمت أنه واشنطن جميلة وزيارتكم لأن بعض من الوفد بقرب واشنطن ما رجعوا يعني مو القصد أنت خليني أنتقل إلى الشيخ حميد الهائز شيخ حميد خليني أتكلم موضوع جميل جدا نتكلم بالسيد صباح كرحوت وتحدث أنه تحدثنا في مواضيع مهمة جدا هو السلاح وأيضا تسليح المحافظة محافظة الأنبار وأيضا طرحه موضوع جدا مهم هو الاستثمار في هذه المحافظة يعني يفهم المواطن وأنا أفهم أنه الاستثمار مقابل السلاح يعني عمل جيد جدا يعني هذا ما تحدث بي الله ما احترامات الأستاذ صباح هذا حتي طبخ الحصو ما احترامات لا دي سمع خليني سؤالي فلتش بعدين أمريكا دولة مؤسسات ما تبيع لا الحب المحافظة ولا الرئيس المحافظة المهم المهم والاستثمار حشون عن أكاز أكاز وما أدراك ما أكاز موافقة الحكومة خلو سألوه مش على أكاز وما أدراك ما أكاز أكاز محيول إلى الشركة كورية واستثمرة وباشرة العمل بي فترة يمكن أربعة شورة أو خمس عدري سألوه مش الحكومة وغيرها من جدتوا مجلس المحافظة محلتوا نعم يعني نوب مثل الكوبايسية لو مناخذت أربع رجال اسألتها بنتها الأولية كل ما يطلقها واحد تزوج وراها تزوج وراها كذا آخر شيء وصلت للرابع لا تسمع نعم فأنا بنت رجلها الأولي راح الزارة تمها أرئيسها الرابع قالت لها يوم برش أسألك من أرحم واحد عليك من دول أربعة قالت يوم والله ما واحد لزمني ورحمني فالله وكرت محافظة الأنبار ما لزمها واحد ورحمهم ومع احتزازي وصداخت لسال صباح راح أقود علي حملة مناهضة إليه نعم زيان بس يجي وقتها ليه شنو السبب يعني شون شنو السبب يعني شبعنا سوالف لا تقول لها تتكسر رجلها لا تقول لها تتكسر رجلها لا تقول لها تتكسر رجلها لعوثة واشنطن واشنطن ترع تحمرها حتى يجب السلاح شيخ حتى يجب السلاح ويسلحون الأبناء العشاء ويقاتلون لا تقول لها تتكسر رجلها الريد هم يلبسون مرقب أعضاء البرلمان كلهم ومجلس المحافظة وموظفين المحافظة ويأخذوا الرواتب من الأنبار كلها والمستفيدين من الأنبار يذهبون لمواجهة الداعش ومو حماياتهم يقعونا على الشدات ما بفوايد مو قاعدين يفترون ونسول في الحالنا نعم يريدهم يصوبون مثل ما صوبنا ينضربون مثل ما نضربنا نعم ماذا يريدهم؟ حتى تصير مساواة نعم نعم فعلا نحن متوحدين المواجهة الداعش وطمينا والله ما يبصرنا الجميع الله وكيرش نهائيا والدليل على ذلك سالصباح ترسم السباحات تدري الشيوخة هكذا مجتمعين الشيوخنا مجتمعين هنا فندق الرشيد أقبالنا جايبينهم اليوم مفود من عمان ومدرمنين مجتمعين على شنو والله ما أدري نحن نظل نحط والله فلان نروح لزولة طيارة وتذكرة الطيارة جيبك وعد اليوم بالفندق يتخم يصد شعورة يرجع ويتلحكي بهذه الطريقة تحرم الأنظار له بالفعل على أرض سيد حميد الدعوة من منه والله ما أدري دعوة من الحكومة صباح تدري بيها مع نساعدين ممكن ما يدري والله ما أحد يدري بحج الله وكيلة عرب وتاعها خليني أنتقل إلى السيد النائب سيد النائب طلب مطالب مهمة جدا الشيخ حميد الهيس وقال على السياسيين ومجلس المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة أنه يلبسون المنقط أو يلبسون ملابس العسكرية وينزلون الساحات القتال هاليوم أنتو أو كل واحد يعني يقود لوفد مجموعة وينزل يقاتل في محافظة الأنبار يعني إشلون تريد على ما تحدث بالشيخ حميد الهيس والله شرف لكل أبناء الأنبار وشرف لكل عراقي وشرف لكل إنسان على هذه الكرة الأرضية في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي أصبح حرب الإرهاب حرب دولية نعم يعني أقول هذا الشرف كبير أن يقاتل هؤلاء الأرهابيين وأن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ولكن المعركة حقيقة كل له دوره الخاص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله فغد غزى يعني أكو هناك أكو حقيقة لكل كل شخص مسؤول إلى دوره ومجلس المحافظة إلى دور كبير في القتال الإرهاب من موقعه السياسي أو الخدمي وكذلك البرلمان العراقي نعم أقول هناك تقصير للسياسي الممثلي الأنبار سواء كان في مجلس المحافظة أو كان في البرلمان العراقي هناك مشاكل كثيرة أنا أريد عرف شيخ سيادة النائب الحل سيكون داخلي أو نحتاج حلول خارجية حل محافظة الأنبار المشاكل اللي فيها اللي موجودة سيدة العزيزة لا ينكر ما يعاني من العراق الآن أصبح موضوع دولي الآن ليس بالموضوع القليل وليس بالموضوع الهيئي وليس بالموضوع المحلي هناك ستين دولة متحالفة لحرب الإرهاب وقوة الإرهاب وهذا التحالف يديد دوره ولو بشكل بطيء أو بشكل قليل وليس بشكل فعال بزع من الشيخ بزع من الشيخ لكن يتحدث الأستاذ حميد الهايس قال أنت تحدثت أن كل متوحدين السياسيين وشوخ العشاء قال والله ماكو أحد متوحد يعني هذا الحشي مو صحيح أتمنى يسمي ليهم بمسمياتهم ضيفك الكريم بالنسبة لما نشهدهم من سياسيين الآن الأخ صباح الكرحوت رئيس مجلس المحافظة ويمثل كتلة سياسية والمحافظة الأنبار وله كتلة سياسية وأعضاء المجلس ولهم كتل والممثلين المحافظة لهم كتل سياسية نجتمع ونتفق ونتحاور ونتعاون في الذهاب إلى مسؤول مسؤول معين نذهب إلى وزارة الداخلية سوية ونذهب إلى رئيس الوزراء سوية ونذهب إلى وزير الدفاع ونذهب إلى البرلمان وجلسنا في مواقف عديدة لا أقول لك الحالة مثالية في الأنبار هناك من يدس السمو في العسل يعني أكو أكوناس لها غاية يعني أنت لا سمين بمسميات هناك من يحاول من يحاول الاستفاق من شاقين لا ما من شاقين بيناتهم هسا مجلس المحافظة فريقين لا مفريقين فريقين الديمقراطية الديمقراطية تفرض جاوبوا عندنا شوخ دواعش جاوبوا عنده تساؤلات جاوبوا تقدر تسمى هؤلاء شوخ الدواعش يعني الآن العشاير اللي تقاتل أنا ما عليك اللي قاتلون دربهم محد أحنا ما عليك القائن ما بها قتال طبعا بالمناسبة الرطمة ما بها قتال بس حديثها بها قتال ما عليهم سلاح خذتها داعش حاكمتها بس ما عليهم سلاح ويعني ما عليهم والمناطق اللي موجودة خلينا نحتيبك الصراحة الأهالي هذه المناطق يعني مفروض عليهم داعش وما عليهم إمكاني يخرجون يعرفون مناطقهم يعني هموا بعوهم لا سبب الهزيمة شوف احنا نبررنا سبب هزيمتنا بأنه قلة السلاح وهذا كلام عارعا الصحة ولا أساس إلا والله العظيم دعمتنا الحكومة دعم لمواجهة داعش ما يكفي احتلال بلد بالمناسبة خلينا ننتقل إلى هذا خلينا ننتقل سيد صباح تحدث الآن سيد حميد هايز يقول أكو سلاح وأكو تسليح والحكومة ما إلها داخل يعني الخلل بالشيوخ العشاء وهالي المحافظة اللي انهزموا نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الحقيقة الاجتماع اللي يقول علي الشيخ حميد هو اجتماع لقبيلة جميلة نعم في بغداد من أجل وضع لمسات نهائية عن الذين في يميلون إلى تنظيم داعش والذين خارج تنظيم داعش وخاصة زعيم القبيلة مشحن العباس الجميلة يعني هذا الموضوع حسب ما افتهمت هناك شخص يجب أن يقفوا مع الحكومة ومع الحكومة المحلية في محابة الأنبار من أجل قتال تنظيم داعش هذا جانب الجانب الثاني الذي قاله الشيخ حميد نعم هناك تفاوت في مستوى الدعم العشائري لأبناء محابة الأنبار والحكومة المحلية ولكن نحن اليوم في بناء والبناء يحتاج إلى تعب وإلى أعمدة وإلى سلاح وإلى عتاد ونحن يعني يقول لك الحكومة سلحت سلحت أبناء العشائر لكن الخلل بالعشائر لا مو بالعشائر ما أقول الخلل بالعشائر الخلل هناك خلل في الحكومة ليست لجيها تنظيم للقوات الأمنية شيخ العشيرة مو مسؤوليتها مقاتلة تنظيم داعش إلا إذا حصل فيه عشيرته اليوم الواجب التنفيذي للجيش والشرطة هم الذين يحمون البلاد ويحمون المحافظة ولكن نحن كعشائر مساندين للقوات الأمنية في المحافظة أو في العراق عموما نحن اليوم أمام خطر كبير وهي يعني نحن أيضا نقول أنه أريد التسليح يكون الأبناء العشائر اللي مطوعين هذا اليوم لمقاتلة داعش هذول ما عندهم سلاح والكل يعرف نعم يعني مطوعين أكو قسم منهم بالجيش والشرطة هناك في السلاح لدى أبناء العشائر بسبب تركهم مواقعهم في الشرطة أو الجيش سيد العزيز نحن في مكان كان لدينا لقاء يوم أمس مع السيد قائد القوات البرية ومع قائد الفرقة السابعة ومع قائد قوات الجزيرة ولمسنا منهم هناك يعني رحتم لأرض المعركة رحتم لأرض المعركة نعم نعم كنا في أرض المعركة يوم أمس وقاعدين بشارع الأميرات يعني ببغداد وبالمنطقة نحن نعم أمس في منطقة البغدادي وزرنا المواقع الموجودة هناك ولكن الطرق اليوم كما تعلمين تنظيم داعش يتمدد على مدن كبيرة في محافظة الأنبار الذي نريده من استخلاص الدروس هناك أكو أغلاط في الجانب الأمني وفي الحشائر وفي كل التجمعات وفي الكفاءات في محافظة الأنبار ولكن اليوم يجب أن نتوحد من أجل القضاء على تنظيم داعش بدون توحدنا وتفرقنا سوف يسئل لتنظيم داعش السيطرة على جميع محافظة الأنبار نحن اليوم الأغلبية سبعين بالمئة تقريباً من أبناء الأنبار إلى ثمانين بالمئة موحدين مع الأجهزة الأمنية ومع الشرطة ومع الجيش ومع المحافظة من أجل بناء المحافظة وطرد الإرهاب خارج محافظة الأنبار نعم لكن أريد أعرف أستاذ صباح أريد أعرف أنت لأن كنت في أمريكا وانت ضمن الوفد كانت هناك تطمينات من الجانب الأمريكي لتسليح أبناء العشائر سيدة العزيزة اليوم ما يجري من تنظيم داعش لإحتلاله مناطق ودول هو تنظيم دولي دار أنا أرجعني عن نقطة مع الأمريكا نعم تنظيم داعش تنظيم دولي فيحتاج إلى وهناك تحالف دولي مهيئ من أجل القضاء على هذا التنظيم اليوم ما نحتاجه التسليح العشائر أنا أسألك سؤال محدد أسألك سؤال محدد الحكومة الأمريكية اللي كنت في ضيافتها في واشنطن أنطتكم تطمينات وفترة زمنية محددة لتسليح أبناء العشائر وتسليح محافظة الأنبار للقضاء على داعش نعم اليوم الحكومة الأمريكية لو لا قبل أيام لو لا طائرات الأمريكية والتحالف الدولي والطائرات العراقية سقطت مدن في المناطق الغربية من محافظة الأنبار نعم اليوم سيدة العزيزة هجوم كاسع من قبل تنظيم داعش على محافظة الأنبار من أجل ابتلاعها وضمها إلى تنظيم داعش الإرهابي وهذا يتوجب على الجميع حكومة محلية حكومة مركزية عشائر التوحد من أجل القضاء على هذا التنظيم بأسرع وقت ممكن نتمنى تتوحدون نتمنى تتوحدون نتمنى تتناقضات نتمنى تتناقضات بالإعلام يعني من نشوف بعض الجهات وبعض الشيوخ اللي يحشون بوسائل الإعلام تنطي انطباع أنه أنتم متوحدين يعني هذا الانطباع الكل اللي يشاهدوا عبر وسائل الإعلام سيدة العزيزة نحن موحدون وشيخ حميل زعلان شوي على قسم من أهل الأنبار نعم هو حقه بسبب غيرته على محافظة الأنبار يريد أن تبقى محافظة الأنبار رمز من رموز العراق ويجب أن تكون شامخة وإن شاء الله سوف تبقى شامخة وتحرر قريبا خلينا ننتقل إلى السيد النائب أستاذ فارس هل أنتم مقتنعين بالدور الأمريكي وأيضا التحالف الدولي وأيضا الضربات على مواقع داعش في محافظة الأنبار نحن أكدنا ونؤكد أن دور التحالف الدولي ساعد في الحفاظ على بعض المدن العراقية بل ساعد في تحرير بعض المناطق وما كان من تحرير في قضاء حديثة تحرير منطقة الخسفة بمساعدة التحالف الدولي والحفاظ على منطقة البغداد من السقوط بالكامل بيد داعش كان بمساعدة التحالف الدولي وبقاء مركز محافظة الأنبار إلى الآن به مؤسسات رسمية مجلس المحافظة وديوان محافظة يعمل بمساعدة التحالف الدولي ولكن لدينا قناعة تام بدعم تحالف الدولي نعم لدينا قناعة تامة أن التحالف الدولي يستطيع أن تكون فعالية أكثر وأن يساهم بشكل أكبر ولكن لا نعرف لماذا هذا التباطع لماذا هذه القلة ندعوهم ودعوناهم كثير عن طريق وسائل إعلام في اجتماعات عن طريق رسائل بعثناها لهم أن يكثفوا من طلعاتهم الجوية من تدخلهم للحد من سيطرة داعش لديهم مبررات حقيقة قد تكون البعض غير مقنعة لكن أن نقول أن التحالف الدولي ليس له أي دور أو ننكر دوره أتصور هذا الموضوع يجانب الحقيقة بشكل كبير ولا أعرف لماذا يعني أني سؤالي أستاذ فارس ليش هذا الدور خجول يعني مو مؤثر أقول معركة ضد الأرهاب معركة دولية وقد تكون بها أجندات محددة أنا لا أحد للأمريكان ما هي أجندتهم وما هي أهدافهم وقد أشكك في بعض الأهداف أو بعض مراميهم أو بعض غاياتهم تجاه بلدي أنا أتمنى أن أتحرر من الأرهاب ومن داعش وأن أطرد خارج حدودي دون أن أدفع ثمن كبير في سياتي واستقلالي وأمني واستقراري بل الحفاظ على ثرواتي أشياء كثيرة ممكن نضع عليها علامات السفام ولكن أن تأتي قوة من خارج حدودك وتساعدك ثم تطعن بها وتتهجم عليها نعم لا تعطيها أكثر مما أنت تريد لا تعطيها بالتدخل أكثر مما نحن حتى عندما نقول هناك إنزال قوات برية لطر الداعش نقول إنزال قوات برية على الحدود العراقية لحفظ الحدود مع سوريا سوريا هي التي بوابت الإرهاب إلينا كما كانت من البداية 2003 وإلى الآن زجت من الإرهاب على العراق وفي محافظة العنبار الشيء الكثير ونحن نعرف والدولة تعترف إن الدولة عاجزة على السيطرة على هذه الحدود ملخص الكلام تحتاجون قوات برية عراق أمريكية لحفظ الحدود بين العراق وسوريا نعم نحتاج إلى هذا الشيء قوات برية ونحتاج إلى غطاء جوي قوي فعال أكثر من هذا الموجود ونقول لمن يطعن كثيرا بالتدخل للتحالف الدولي إذا أمريكا قطعت السلاح والإمداد نهائيا كيف سيكون موقفنا أمام هذا المد الهائل ونحن نعرف وراء الدواعش دول ومنظمات كبيرة تدعمهم وتجهزهم نعم لكن خليني أنتقل إلى الشيخ حميد الهائل الشيخ حميد اتحدثت في حلقة سابقة وقلت أن أمريكا هي من تلقي السلاح وتساعد داعش في الحرب في محافظة الأنبار هذا ما تكلمت بي يعني أريد نعرف شو كوك له أمباء مؤكدة أول اتصال ويا الأمريكان قالوا راح نضرب الدواعش كل يوم خمسمائة غارة جوية بس على أرض الأنبار نعم كنا لهم عجلة بداعش تنتهي بسبع تيام أو خمس تيام نعم ممكن أن تذكر موجود له تضع الشيخ أتكلم طلع الحشي مو صحيح ما يضربون لوب اليوم غارة يضربون لهم هدف زيان أمريكا صورت حيوان تكرمون فوق عانا منطقة معادي طبعا يهين ببادي حوران نعم وطلعتها بثتها وقاعد يما داعش يفوق تلة نعم ما تندلة ببكر البغدادي وين تندلة بعديا أمريكا حنا صال عندنا شك بيدها الحال يجوز تنتهي القضية بتليفون لكن تحدث كلام جميل جدا تجوز تنتهي القضية بتليفون نعم تكلمت كلام جميل جدا سياد النائب يقول له ما الدعم التحالف الدولي ودعم أمريكا لا ليش ليش شبك وقطعات يعني كان هناك الأمر يكون جدا سيء في محافظة محافظة الأنبار وأيضا يطلبون بالقوات البرية حتى تحافظ الحدود بين الأنبار وسوريا ليش الحجد الشعبي ما اشترك معارك بالأنبار يعني مثلا كانت تحدث عن التحالف الدولي لكن هو الخلل بالجيش نحن إذن أستاذ فارس ما تفتحون تحقيق سقوط الفلوجة بدون قتال ويا داعش الرطبة بدون قتال ويا داعش الفلوجة بدون ما عدا هيتلا ولا قاتلوا فيها بعض الشرطتي ما سقطت بدون قتال بأولاد قثارت ما يعني ليش تحدثنا أنت كشيخ عشيرة بالمناطق خيان الضبار شرطة الأنبار في ذلك الوقت نضموا إلى المجالس العسكرية اللي أسميه همان المجالس السرسرية نعم صار مياهم جزء من منظومتهم بحثت عهدهم من مناصب كبيرة نعم هذه الحكومة نايمة على ذانه معقولة ما يفتهمون وين الأمن الوطني وين الدنيا وين الملائكة ماذا سقطت الأنبار بدون قتال بالمناسبة عدا الرمادي قاتلت وضل الصاندل هاي الساعة نعم أما الفلوجة السلام عليكم ومباوسهم والشرطة وضباط الشرطة هاك السيارات هاك الآليات هاك الأجزاء وانا رايح فيما الله نعم أمر غريب وعجيب عظموا داعش وكبرها نعم داعش موها الكبر رئيس مجلس محافظة رئيس مجلس محافظة نعم بدون قتال أستاذ صباح اتحدث الشيخ حميد الهايس بدأ المدن سقطت بدون سلاح يعني فاتوا ما شاء الله مباوس وقال لهم هاي السيارات وهذه العتاد مانا وبدون قتال انتو كرئيس مجلس محافظة محافظة الأنبار شنو رأيكم وشنو يعني موقفكم من هذا الموضوع نعم في الحقيقة أنا وأيد طلب الشيخ في فتح تحقيق ونحن ناقشنا هذا الموضوع مع سيد رئيس الوزراء ومع سيد وزير الداخلية والدفاع في حوله كشف ملابسات استسلام بعض المناطق وخاصة قضاء الفلوجة والقرمة والقائم وراوة وعانة ورطبة يعني مناطق وأقضية سقطت بدون قتال يعني هذا جانب مهم ونحن نيتنا كمجلس محافظة الأنبار فتح تحقيق كامل حول الضباط ومدراء المراكز يعني سيد صباح إذا نتحدث أن هذه المناطق سقطت بدون قتال نعم كيف نقدر نحررها؟ يعني أهالي أو الناس اللي موجودين في هذه المناطق يعني هم اليوم مستسلمين لداعش يعني كيف تقدرون أن تتحررون هذه المناطق؟ يعني في الحقيقة كان ضعف الجانب الاستخباري وضعف الأمن الوطني الموجود في محافظة الأنبار أو دابي أن تكون هناك لغ مسائغ هذه المناطق التي في الحقيقة استولى عليها تنظيم داعش وهجر أهلها وقتل الكثير من أبنائها بسبب الصراعات التي مضت وخاصة في عام 2007 عندما تحرت الأنبار من يد تنظيم القاعد الإرهابي يعني نحن نقول اليوم علينا أن نبدأ صفحة جديدة ونطلع صفحة الماضية لكن لكن استاذ صباح ولو راح تزعل مني راح تزعل مني وهم بتقول اليوم أنت لا والله أنا أحكي لساء مواطن يعني هم أنتوا كمحافظة أمبار موقفكم خجول شوية يعني راد منكم حزم وصرار يعني أيضا مطالبات لإنقاذ هذه المحافظة وإنقاذ أهالي هذه المحافظة سيدة العزيزة نحن فعلنا أشياء كبيرة جدا ولكن هناك ضعف الأمكانات ما هي الأشياء التي فعلتها كبيرة 25% راحة الأمبار سيدة العزيزة ضعف الأمكانات الموجودة لدى الحكومة المركزية وخاصة في كيفية تهيل وتنظيم وتطوير الجيش العراقي هو الذي سبب الكثير من المفارقات في محافظة الأمبار وإلا كيف فرق هناك انهارت فرق في المناطق الغربية الفرق السابعة تقريبا انهارت قيادة القوات الجزيرة انهارت يعني الأسباب اليوم كبيرة جدا لا نعرف ماذا يجري في عموم العراق مدينة الموصل استسلمت خلال ساعات صلاح الدين خلال ساعات الأمبار بدأت تقاتل عشائرها يمكن الموصل يمكن الموصل الظرف ماله والأشياء اللي حثت تختلف عن محافظة الأمبار هاليوم ما شاء الله محافظة الأمبار موجودين وأكو مناطق مسيطرة عليها الجيش وأبناء الأشائر وهذه المناطق موجودة تختلف عنه سيدتي لا يجد جيش في الأمبار ولا شرطة يعني أنا أقصد الجيش وشيطة من أهل المدينة كلها من أهل الأمبار كلها من أهل الأمبار موجودة يعني هناك في الحقيقة حالات كبيرة جدا يعني قل لكم استسلمت خلي 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 استاد صباح أشوف النائب أيضا حتى نشوف النائب شنو دوركم أو دورك سياسي ونائب عن هذه المحافظة فتح تحقيق بسقوط هذه المناطق بدون قتال سياس النائب يعني مثل ما دعا الشيخ حميد الهائس مثل ما دعا أن نفتح تحقيق بهذه المناطق التي سقطت بدون قتال يعني ستفتحون تحقيق بهذه المناطق وأنت نائب عن هذه المحافظة طبعا هذا الموضوع موضوع سقوط بعض المناطق محافظة الأمبار دون قتال هذا موضوع مو منسي وتم التداول به في جلسات أمنية في الدرلمان العراق وبعض المسؤولين لم تحدث الشيخ يعني صار أمباء وسلطهم للعجاد والسيارات لحد الآن لم تحدد الأسباب ونحن في طالبنا أن تشكل لجان تحقيقية وأن يسمى الضباط المتخاذلين أو الضباط الذين لم يعدوا دورهم بشكل صحيح في تلك المناطق ونحمل هنا بصراحة وقد طالبنا من الآن والآن رئيس المجلس يسمعني التحقيق في هذا الموضوع والتحقيق كذلك والتحقيق في موضوع بيع السلاح وما جاء إلى الأمبار وتمت عملية البيئة من أشخاص محسوبين على الدولة أكثر مما هم محسوبين على محافظة الأمبار حتى تكون الصورة واضحة وضيفك الكريم كان ضمن الساحة ويعلم كيف جاء ضيفك أبو ماجد الموجود الآن يعرف أي تلك الحالة نحن أكثر مرة طالبنا من رئاسة مجلس الأمبار أن تتخذ خطوات وأن يأخذوا دورهم وهذا دور مجلس المحافظة تتهم مجلس المحافظة بالضعف؟ مجلس المحافظة حقيقة رئيس مجلس المحافظة اليوم موجود لا مواقف بالاستعداد رجل هنا ورجل هنا مو يد داعش ها اما انت الله ولا واحد منهم داعش ما معناته مواقف بالاستعداد مواقف بالاستعداد إيش ويتقرارات صحيحة ويفضح المتآمرين ويفضح الضباط التآمرة ويفضح المجلس العسكرية ويفضح الشيوخ الوية الدوائش واعلن يسامهم وخلي الناس يتبرى منهم وثيهمان لا خايفين منهم يعني انت تأكد تأيد كلام سياحة النائب أنه عمل مجلس المحافظة هو عمل ضعيف استاذ صباح كرحوت عمل مجلس المحافظة ما تحدث النائب فارس الفارس وأيضا الشيخ حميد الهايس عملكم ضعيف جدا يعني مو بالاستعداد مثل ما تحدث الشيخ حميد الهايس سيدتي نحن في غابة والغابة فيها كل الأسود اليوم تقاتل في محافظة الأنبار فماذا يعمل مجلس محافظة الأنبار عليكم ان تقفون بالاستعداد يعني بالاستعداد تكونوا مو رجل هنا ورجل هنا يعني مو يد واعش نحن نعرف ماذا نعمل وعملنا منذ بداية منذ بداية الأزمة نحن ليس مسببين في الأزمة الأزمة كانت في مجلس المحافظة السابق نحن أتينا إلى المحافظة شهر العاشر عام 2013 يعني في نهاية الأزمة يعني أردنا بكل الطرق الحصول على توافق بين المتظاهرين والحكومة المركزية ولم نستطع بسبب تعنت الحكومة السابقة وبسبب تعنت المتظاهرين بزيادة المطالب باتجاه عرقلة كل المواضيع لم نستطع حل القضية في الحقيقة هذا كلام جميل جدا تحدث السيد صباح كلام جميل جدا نحن أريد نوفق بين وجهات النظر بين مطالب المتظاهرين في محافظة الأنبار وبين الحكومة المركزية لكن ما قدروا أو بسبب تعنت يمكن المتظاهرين تعنت الحكومة المركزية في ذاك الوقت شون تتكلم عن هذا الموضوع؟ يعني هو يتحدث أن الضغوطات الموجودة لا 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 الموضوع بذلوا جهود كبيرة لأجل حل القضية لكن الدواع القاعد نحن لم نعرف داعش لكن القاعد احتلت الخيم أما قتالة فوق وأما بسلام انتهى موضوع السلام من الأربعة شهر الأخيرة يدري استاذ فارس انتهى كل شيء بالسلاح توزع والدواعش على القاعدة تقتال من الخيم يطلعون يقتلون ضباط شرطة ويقتالون الموياهم وهكذا الأمور صارت شون هذا اليوم توحدون جهودكم ما شاء الله رئيس مجلس محافظة عضو بالمجلس النواب عن هذه المحافظة وأنت شيخ عشيرة هذه المحافظة شون العمل حتى نحقق النصر على أرض الواقع بدون مزايدات علامية نصير شجاعات نترك النفاق والمجاملة مجاملة لا مجامل نهائيا الأبيض أبيض أسود أسود خطوات عملية لا اجتمعنا ونزلنا بيان والله هذا هواء في شبك لا قيمة إليه لأن المقاتلين محتلين الأرض يجب أن نجابهم نحن مقاتلين سيادة نائف الخطوات العملية حتى نكثف جهودنا ونوحد جهودنا هذا اليوم أنت تمثل أهالي هذه المدينة في مجلس النواب في السلطة التشريعية شلون نقدر نعمل حتى نحرر هذه المدينة ونعيد النازحين المليون ومئتين نازح إلى بيوتهم مكاناتهم ومناطقهم أكرر وقول أن أكثر السياسيين الأنبار متحدين وأتمنى على أبو ماجد أن يحدد العلامات البيضاء والإيجابية والمواقف البطولية لأهل الأنبار مثل ما يشخص الأخطاء وإن شاء الله الكبر الصب في مصلحة محافظة الأنبار وفي عودة النازحين وأن الاختلاف في الرأي مثل ما اختلف الآن مع السيد الصباح كرحوت رئيس المجلس ومن يحمل المجلس السابق هذه المأساة حقيقة المجلس السابق احتوى المتظاهرين واحتوى مطالبهم وكانت المشكلة مسيطرة عليها ولا ضير في العمل الديمقراطي أن يخرج الناس يتظاهرون ويطالبون بل هذه من سمات الديمقراطية ويطالبون بمطالب تجاه الحكومة وكانت المظاهرات إلى حد ما سلمية ولو حقيقة يعني أني تركت مجلس المحافظة وعندما تركت لم أرشح كذلك واعتزلت الموضوع كثير يعني قبل أن تبدأ هذه المشكلة لكن أقول مجلس المحافظة السابق كان مسيطرة على المشكلة ومحتويها ولكن لماذا لا يحمل الحكومة التي لم تستجيب إلى أي من المطالب بما يحفظ وجه أبناء المحافظة ووجه أبناء الذين طالبوا من مطالبهم حتى يمكن الوصول إلى حل يرضي الجميع ونصل إلى أمور طيبة أقول إلى الخلاف كما أختلف مع السيد صباح أقول يجب أن تفعلوا دوركم بشكل أكبر يجب أن يكون لكم فعالية أقوى يجب أن يكون مثلا حتى المشتقات النفطية الآن مأسات المشتقات النفطية في محافظة الأنبار والفساد الذي يتم في توزيعها والغلاء الباهظ ليس فقط في المناطق المحاصرة ففي مدينة الرباني وحواليها هذا دور مجلس المحافظة الآن نحتاج منهم وهذا يعزز من الصمود أبناء المحافظة مأسات بزيبز أتمنى تأكدون عليها وما يعانيها بماء المحافظة وما يعانونه من ابتزاز كبير من قبل من يسيطر على هذا المعبر قبل ما أختب ويا رئيس مجلس المحافظة إلى مراكبة وإلى تصحيح في هذا الموضوع خليني بس أخذ كلمة من الشيخ حميد الهائس تتكلم عن فساد موجود في هذه المحافظة من قبل مجلس المحافظة؟ من الفساد الموجود؟ من بعض أعضاء مجلس المحافظة والدوائر وموظفين المحافظة رح نجيب إن شاء الله رسميا من بعض يعني من مجلس المحافظة؟ من مجلس المحافظة شنو هو الفساد؟ يعني بقوت الناس بالكهرباء بالبانزيم نحن ما نسورف هسا نحن نجيب الأوراق إن شاء الله بخير وسلامة ونثبتها على الواقع سيد صباح خرحوت أريد منك كلمة تتحدث بها عن إشلون نقدر نخرج من هذه الأزمة وأيضا نتحدث النائب وتحدث الشيخ حميد الهائس عن هناك فساد وأيضا في مجلس المحافظة اليوم المواطن فوق ما داعش على رأسه أيضا الوضع الأمني هاليوم الفساد وأيضا العمل على أنه فساد بقوت الناس يعني الفانزين النفط الخدمات تحدث لي عن هذا الموضوع سيد يعني كما تعرفين مجلس محافظة الأنبار ليس لديه مبالغ حتى يكون لديه فساد مجلس المحافظة وتشريع القابي هذا ما تحدث حتى لا تزعل علينا هذا ما تحدث به النائب والشيخ تحدثت عن تقصير في عملهم لما تحدث عن فساد في الأموال تحدثت عن تقصير في المراقبة في المراقبة في العمل في العمل تحدثت وأيضا في الخدمات التي قدموها للمواطن هذا ما تحدثت به هم جهة مشرفة وليست جهة تنفيذية عندما تقصر جسولية مجلس المحافظة وليس لديها موازنة من عام 2013 اليوم الأنبار فيها الكثير من الأخطاء التي حصلت في الماضي والحاضر اليوم الأنبار يحتاج إلى وقفة من الجميع وليس وقفة من مجلس المحافظة فقط اليوم الأنبار فيها الكثير من الأخطاء وخاصة في مجال الأمن وفي مجال توزيع الخدمات نعم أنا أعترف بأن هناك أخطاء حصلت في محافظة الأنبار ولكن ماذا العمل؟ العمل هو توحيد جهودنا مع الحكومة المركزية ومع الحكومة المحلية من أجل مساعدة المواطن ومن أجل توفير الأمن وتوفير جميع الاحتياجات الموجودة وطر التنظيم داعش حتى لا يحصل محافظة الأنبار إن شاء الله تتوحد الجهود استاذ صباح ونحن من اتكلمنا معك أنت كرئيس مجلس المحافظة وأنت السلطة التنفيذية المحلية في محافظة الأنبار فلهذا تحدثنا معك في كل صراحة شكراً لك وأشكر ضيوفي في المشهد الأخي وعندي كلمة نحب نقول كلمة نحاول نوصل من خلالها رسالة إلى كل من بيدوا حل لهذه الأزمة وهي أنه عامل الوقت مكلف جداً بحالة مثل هاي الحالة لأن كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة تتعطل إعادتها إلى أحضان الوطن إعادة الأنبار يعني نفقد بيها دم جديد غالي علينا ونفقد وياها أشياء هواية المصلحة العدو اللي يتسع ويتمدد مثل ما يحب بهذه المحافظة واللي يخوف كل مواطن اليوم أنه أزمة الأنبار ممكن تتفاقم وتطلع عن نطاق إمكانية إعادتها وقتها ما تكون هذه المدينة الوحدها بموقع التهديد وهواية دماء سالت بالأنبار نتأسف على ضياقها وهواية ناس تعاني وتعاني ومحد بيدو يقدم له شيء أريد أسأل الحكومة فعلاً السلاح مو كافي لحسم هذه الأزمة وليش يكون ضغط على أمريكا وأريد أعرف ويعرف المواطن الأنباري ليش ما يكون ضغط على أمريكا ودول التحالف بموضوع التسليح وأسأل أيضاً السياسيين بهذه المدينة الباصلة ليش ما تكون مساعيكم موحدة باتجاه واحد وتتركون عقلية النزاعات والزعامات حتى تلقون حل المحافظتكم وناسكم وأريد أسأل أيضاً الشيوخ العشائر المنقسمين قسمين البعض يقول قسمويا داعش وقسمي قاتلويا داعش والله احترنا نتمنى أن كل الأنبار وكل عشائرها الشيوخ العشائر براحة الشيوخ العشائر تقاتلويا القوات الأمنية حتى نحرر المدينة أي وقت تتحدون وتحررون مدينتكم حتى دماء أهلها أو نحقن دماء أهلها وتعود المدينة الحضن البلد الحاجات الأمنية والإنسانية باتت حاجات ملحة جداً والوقت يمشي دون خطوات عملية تحسس أهل المحافظة بطمئنان الكل يتمنى ينتهي هالخوف الكل يتمنى ينتهي هالخوف وتنجلي الظلمة بس شوكد للأسف ما معلوم ما معلوم نتمنى يكون مو بعيد نتمنى ترجع الأنبار يخرج داعش وترجع الناس الناس حل بيوتها والمناطقها شكراً جزيلاً لكم مشاهدين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة